أصبح وطني ثوباً مرقع كل جزء فيه مصنوع في مصنع شعارات واهية نموت نموت و يحيى الوطن يحيى لمن؟ إلى التراب والعفن نحن الوطن ضيف هذه الحلقة وأحد أبطال حكايات على غصيف الكابتن العراقي العربي شرار حيدر أهلاً وسهلاً حياك الله نورتني شرفتني الله تحليك استريح شرف إليه اليوم المقابلة إن الشرف و محظم لك أخذ راحتك هذا البرنامج برنامجك والساعة ساعتك من العنوان وهو ناس يمكن على ما أعتقد و أظن محبين و كارهين سيتابعون الحلقة كليتنا في الحياة عندنا يحبونا و يكرهونا هذا شيء ممتاز عليك مسألة طبيعية النسبة الأكثر منه الحب و الكراه أنا لا يوجد تواصل الاجتماعي حقيقة أنا لا أعرف في ذلك لا من خلال تجربتك بالحياة سماعة خلال تجربتي بالحياة سماعة كل أنواع المديح أو سماعة كل أنواع الذن أثنين هم غيرني ولا غير شخصيتي ولا غير الصفات سؤال موحد لكل ضيوف اللي يزاروني بالبرنامج بداوزراء نواب يعني سياسيين إعلاميين السؤال هو من حقك هاي وقتك من حقك أنه تعلن أو ما تعلن من يحكم العراق من 2003 إلى حد هذه اللحظة من حقك تكتب بس ما تعلن يعني تقول لي حاليا هذا يقلس بالسجيل ما أريد كتابة فقط يعني ليحكم العراق المصالح الشخصية اكتب اكتب هذا اللي يحبون البلد موجودين تمام يا أما مهمشين يا أما ما منتمين إلى الأحزاب الأغلبية قاعدين في بيوتهم أو حتى صاحب المصلح الشخصية وليس ما يحب بلده ويحب بلده ولكن يفضل على المصلح الشخصية يعني لهذا يعني أنت تشوف اللي يحكم البلد الآن الأحزاب لأنه محاصصة كل من حاصته والمصالح والمنافع الشخصية ما حاولت تدخل بحزب؟ لا أنا رجل رياضي وإعلامي فملكة جميع أو أردبك مستقل يعني الطائفية دخلت ببياضة؟ حاولوا يدخلوها يعني حاولوا بقوة يدخلوها من عباب؟ يعني الما عنده استحقاق الما عنده تاريخ اللي ما عنده كفاءة وما يقدر يأخذ مكان حاول يدخل من باب الطائفية ولكن الوسط الرياضي كان نوعا ما محصن أكو رياضيين دمج؟ أحنا أكثر وسط بيدمج يعني الناس تحتي على مانسوسات الدولة ولكن احنا الوسط الرياضي أكثر وسط بيدمج ليش؟ لأن حتى المتفرج لعبة مباراة فرق شعبية قبل 25 سنة يقول لها كان رياضي أو المجرد هو مهارويل يقول لها كان رياضي ومن حق يحتي فلهذا الوسط الرياضي للأسف الآن تشوفه مشوش تشوفه متسمم مشاكل أكثر من إيجابياته حتى الشرائح الأخرى يعني من نلتق بيها متفاجئين يقول لك نحن نعرف الوسط الرياضي أن روح رياضية وتسامح كلها مشاكل وكلها وبعدين خاصة التواصل الاجتماعي هناك ناس اختصاص في إثارة المشاكل من أجل المكاسب المادية والمنافع خاصة اللي قلت لك الدمج الدمج عندهم جيوش يعني ألكترونية للأسف تحقق المشاكل للأسف تمام من سمك شغالك؟ الوالد الاسم علموا السماء أو لا علاقة؟ يعني اليوم أنا ليدا أشوفه أنت شرار بالحياة تسالي يعني تعامل آنياك صح شرار لا اليوم شوية اليوم كان عدي ضرف صعوب اليوم الفريق اذكر خسر وخسر على أرضنا يعني والأداء كان سيء والخسارة واردة في كرة القدم نتقبلها الخسارة تعادل الفوج نتقبلها صحيح بس سوء التنظيم و سوء الأداء كان شوية مؤلم جدا تمام رح نشوف صور نعم وأشوفك فيديوهات أذكرك بها سابقا حتى تقولي أو تذكر أشوف ذاكرتك شوية قوية أو لا؟ والله الكبر الذاكرة تروح أنت مريت بأزمات صحية؟ كل إنسان يمر سببها الرياضة؟ أي سببها الضغط النفسي والنعم الرياضة و آخر واحدة أيضا الاسترس التعب الضغط الضغط والتوتر والتدخين الضغط الإعلامي؟ لا يعني هو الضغط العمل يعني هو الضغط الوسط و صار اللي صار و قسم منها جيناتك تمام والاسم هم بالإضافة لا اسمه أخواني أكثر تمام يلا نشوف هذا الفيديو بدايتا خلي استطل مقتضا فهمت لو أحكي آني؟ لا أحكي هذا الفيديو نعم بأحد المبارعات العالمية نعم صار أكو ضرب بين اللاعبين نعم هم عالميين يعني نعم واردي صار عندنا بالمحلي قبل 1993 نعم صار هيك عندنا ورد هيك شي يعني صار أكو ضرب بالأيدي بين اسمين داخل المباراة داخل المباراة شخصيتين معروفتين مهمتين هذه الشخصيات شرار حيدار ومنه؟ داخل المباراة لا أعتقد أنت وكابتن عدنان درجال نعم داخل التمرين نعم داخل التمرين وهاي قديمة نعم عمو 1993 قبل 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 أنا كنت لعب شاب صغير ومصاعديني للفريق الأول أدنان درجال كان كابتن نادي رشيد وكابتن منتخب عراق تمام فأكو اللاعبين حسب ما اعترف لي هو بعدين أكو اللاعبين عندما بدأت أخذ مكاني فكانوا يحرضوه علي فالمدرب المدرب كان أستاذ نصرته الله يرحمه وقاسم أبو حديد داخل الملعب أستاذ نصرته كان في الإدارة فقالوا خنجيب الهدف أكو هدف متنقل يعني بالملعب فكنا احنا نتعاون لا نسيلا كنا نشيله يعني نقلة تمام منتوجهت ويا اللاعبين على اللاعب شعبي صغير دانشيل الهدف صاحني مدرب الحراس اللي هو أستاذ قاسم أبو حديد سلامي وتحياتي إلي فطبعا هذا مدرب فقلت لها داشي الهدف قال لي تعال أريدك فرحت يمنا دا أحجي فاللاعبين بدأوا يقرون براس عدنان انه أنا كأنه شعيف نفسي وماشي للهدف فعدنان صار عصبي فأجه من بداية من ناهية الملعب لليمنة فتجاوز فقلت لها أنا أستاذ قاسم رادني يعني ما أعرف ش عده فعاد قاسم أبو أستاذ قاسم قال لاني أريد تاني صح تأدي موضوع و أضحكه فأبقى يتجاوز أنت استويت اشتغلت الشراء يعني ما صعبه مثل يتجاوز عليك و التماندك فجاوبت المهم صار تمام هاي قبل 93 هذا حدث أوه قبل بالثمانينات زين ندخل على 93 على الأحداث التي لم تتبع حياتك نعم نمر بها مرتضى شوفنا هناك صور سنرى دعني أرى هذه الصورة دعني أقف رياني هنا لأننا سنصر هذه الصورة نعم هذه الصورة قبل 2003 كانت موضعة مقابل أو في بوابة اللجنة الأولمبية العراقية نعم تمام بال2003 وهي تحرق نعم أكيد وسائل الإعلام نقلوها نعم و أنت قاعد وين شنت في 2003؟ خارج العراق أعرف في أي بلد لندن شنت في لندن تتابع الأحداث طبع وهي كانت تحرق نعم و أنت تتابع صافا نعم استخدمت كلمة و أبو زايد حل تحرق هذه البناية لو كنت يعني مفجوع ضايج غضبا لأن أنت ساعتين من التحقيق في ذلك الوقت قبل 1993 أنت يتحقق وياك على سبب ما نعم قل لي أول مرة ما تقول بابو زايد خد تحترق لا أطلاقا مؤسسة عراقية أو بنائة عراقية لا يمكن أن يمشي ذنب شخص معين أو في نفس الفترة التي نقلتها وسائل الإعلام أكثر مؤسسات الدولة و وزاراتها تم حرقها بس هاي تم إشعال النيران بها فهنا ذنب مؤسسات عراقية طمام ف لا تقول حل بابو زايد مستحيل تشوف بلدك حتى وإمكانت أنت خارج البلد حتى وإمكانت متأذى من شخص أو أشخاص بس هذا ما يعني أنه أنت تقول حل ومزايد تمام لأنها مؤسسات عراقية أنا جبتها على أساس أنه أنت بقيت بها ساعتين أنا مو بس ساعتين من أجل التحقيق لا التحقيق بها وبعدين حجزت الشكم يوم بعد ما نقلت للغضوانية تمام لماذا أطلق عليك خائن متخاذل سحب وجوازك للغضوانية كل هذا على أساس أنه أنت اعتذرت من مباراة ناموا من وراء أعتذرت من منتخب وطني لماذا أعتذرت؟ بسبب العقوبات والسجن والتهديدات والحالة النفسية يعني أنت داخل ملعب مثل تريد تلعب تليفون أبو الحاكية وانت مسبوش تايم أو تتعادل أو تخسر أو حتى بها أحيانا يعني تفوز بس ضن رئيس الجمهورية مثل مراضي على مستوىك رأس أن تذهب للغضوانية أو تذهب للمعتقل أو تزين صفر أو تتعاقب فلقة أو جلدة يعني فصار كان ضغط نفسي هائل علينا يعني كلاعبين فلهذا صار خلافي وجهة النظر بيني وبينفاقين أدنان فرحت اعتذار قدمت اعتذاري طبعا اعتذار ورئيس اللجنة الأولمبية هو ابن رئيس الجمهورية عودي صدان حسين ايه يسأل الناس ماتت أنا لا أحب أتكلم أي نحن نحجي أحداثك بس يعني من تعتذار و صعبة بحيث أنا من راح تبلغتهم كان المرحوم ثامر محسن قال لي أنت مجنون ابني له شنو يعني أنت تعرف من رئيس اللجنة الأولمبية من رئيس المهم فقال لي أرجع للتمرين شو قلت تمرينكم قلت لي اليوم العصر و نحن نصبح عصر قال لي أرجع و نحن نجي كالتحاد و أنا رحت يومين ما رحت للتمرين ما صايرة يعني أنت كنت لعيب في وقت هيا أنا لعب منتخب وطني أي مشتهد و معتمدين عليك اللعب منتخب وطني طبعا صراحة قاعدت بالبيت عاد ورا يومين جوني لحد من دلوا بيتنا جوني سمتين بالليل أخذوني بسببك العائلة شوية تأذيت تعبت ليس قليلا ليس قليلا أتعذى وحوية لأنني وراها ورا من حرمت ماذا الحياة و أنا متخاذل وراها أنا طلعت طلعت أي طريق و من طلعت ما طلعت و سكتت كان عندي قضية فاتكلمت عن معانات الرياضة العراقية تشتغل صرت بالجريدة أي يعني التعذيب لا و هي قبلها التعذيب و الفلقة و أنصدم العالم بالحقاق لأنه لا يوجد في العالم لاعب منتخب مثلا أو لاعبين أو رياضيين يتعاقبونه لا يوجد وصائرها في الشيء جديد صرت معارض رياضي نعم أنا صاحب قضية هناك بس مهم ما انتميت لأي حزب زين عندي سؤال نعم بعدين اشتغلت في الزمان كرئيس قسم رياضي لأنني خريج إعلام مع الأستاذ سعد البزاز و بعدين أيضا في جريدة المؤتمر مع الأستاذ حسن العلوي من كان المعارضات اسم يعني معروف حضرتك اسم إلى وقع في الرياضة العراقية بعد 2003 وأنت معارض سياسي رياضي نعم من رجعت ليش متبوقت منصب مثل الذي يجوي بعد 2003 وأنت معارض و إلك اسم ما أشوفك اليوم عندك موكب حمايات نعم ليش؟ يعني أنا إنسان بسيط وبعدين من رجعت أنا صاحب قضية أول شيء أنا لم أتمكن لأي حزب بعدين ما دخلت انتخابات سياسية ليش؟ بعدين ما مقتنع أنا رجل رياضي قضيتي رياضة بعدين ما كان هدفي أنه منصب سياسي أنا كان هدفي أن الرياضة ما نصير جيدة و ما نصير ديمقراطية بالرياضة ديمقراطية حقيقية يعني نسوي انتخابات تحاد قرن قدم نسوي انتخابات لجنة أولمبية يعني نصير إذا منصب رياضي ما يكون مشكلة يعني حتى نكمل القضية يعني وهذا اللي صار يعني بس إحنا أول ما أجينا الحقيقة صار الاجتماع بالقصر الجمهوري كان بول بريمر و كان المسؤول على رياضة جون إبرلي أمريكي طبعا ذو الأمريكان فمن حضرنا الاجتماع لقيناهم قسمين أنا ما أعتقد و موجودة الصور خمسة شيعة و خمسة سنة و خمسة أقراط في الحقيقة تفاجئنا هم مقسمين؟ يعني هم داعين شخصيات هيتش بعدين قال هيتش فقلت له احنا ما عدنا هيتش أنا من يعني بنفس وطني و انصدمت انصدمت لأن احنا ما عدنا قبل 2003 احنا ما عدنا هاي الشغلة لحتى انصدمت فقلت لهم احنا ما عدنا هذا مجتمعنا يعني مو مجتمعكم أو لغتنا مو لغتكم هذا مو صحي هذا تأسيس لي بناغرة فردوا علي قالوا احنا سوى مشاكل قلت له مطلقا احنا ما سوى مشاكل يعني بس احنا هاي تقسيم ما عدنا انا ماش انت اصطور انه مثل السياسيين كان يحجون بهذا التقسيم او هم الامريكان كان يحجون بهذا التقسيم يعني انا ما ما ننتمي للأحزاب انت خلوك بخانة السنة او هاي خلوني بخانة السنة فمن شفتهم بعدين السادة محمد جوع الصائغة الله يذكر بالخير يعني وراء ما انتكلمت كلام حقيقة و ترجمته للموجودين اجباسني بعثني منها و قال افي عليك ليس اكثر كلام يعني مداح الرجل الرجل يعني الله يطبع العمر المهم لا مو محبوني ولكن هم ارادوا يكملون اي شيء حتى يقول احنا كمنا في هذا الجزء لانتدري ظروف صعبة وتغيير و حل مؤسسات و تفليش مؤسسات و خاصة اللجنة الأولمبية كانت عليها لان ابن رئيس الجمهورية هو العليها فا ارادوا يكملون اي مشروع حتى يقولون فسوال كيف تتوقع يوم من الايام تعود الى العراق؟ لا فلهذا من اني تكلمت بالاعلام و بالصحافة و بالجسمة و من انضغطوا اهلي هنا و تأذّوا لم يكن ببالي انه ممكن اكو امل مثل ترجع لم تقدر تطلعهم خارج البلد؟ لا لم تقدر تطلعهم هم مو مو شوية الوالد و الوالدة و اخواني هواي و الزوجين فما كنت مذكر هى شيء صعب بس اذيتهم بس تأذّوا تأذّوا هواي ماذا هذه الأذية اللي كانت؟ انت رحت يعني الانسان ما يحاسن يعني عائلته حاسن لا 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 يعني انت مخطئ بحقه امام يعني كان رئيس اللجنة انت مخطئ تمام هو من وجهة نظره انت مخطئ بس من وجهة نظره اهلك لا معلاقة؟ بالنسبة لها هستة تقولها هيتش انتو ما عايشين 2003 انتو ما عايشين ذاك الهدارة بازلتو شبابتو الوضع يختلف يعني يوم اني سيء لازم اهلي تعاقبوا لماذا الرجل الرباء رائد كان من ميسان؟ نعم من البصر اهل هنا تأذّوا خطيئة هم تأذّوا؟ هم تأذّوا؟ شوهم يتأذّون طبعا اول تحقيق يسروا ايهم بعدين الامن والمخابرات يبقوا يزورهم للبيت والتليفونات تطلق ما يريدون الامن؟ ابنهم راح ابنهم راح انهم طلعوا وتتدرون ومنه طلعه ومنه جابه ومنه سواه عوالدة في هذا الموضوع طبعا ابنهم أرض هذا النواقع هذه الحقاق في التاريخ إذا تعمق بها تجد مئات لكن هذا هذا اللي صح من الآن أصبح ماضي خلاص نعطي صفحتك عندي ظرف هذا الظرف حضرتك نعم من حقك تجاوب من حقك تقولي حيدر ما من حقك تسألني هذا السؤال لأن في بعض البرامج يصبح أسئلة يسألوها للضيف يدخلون حتى صاروا محترامي وجنابك عالي لغرف نومة نعم يمكن أن نتابع هذا الشيء في بعض البرامج يعني والشخصية العامة معرضة الشخصيات العامة معرضة لكل أنواع الأسئلة و لا أعرف منه مثل الإنسان ينطي الحق تدخل بعائلتها و تدخل بعائلتها و تدخل بعائلتها ليس صحيحة سوف تسمحي أخواني سوف تسمحي لا سوف تسمحي ليس هذا دعني أرى لا ليس هذا الآن أبدأك السؤال لأن السؤال قلت أسوي لك شوية تنويه بما أنه أنت عصبي لا شباب أنتوني الظروف لو تسمحون الظروف فوقي ندامي و يقشروني و يقولوني ماذا يقولوني هذا صعر موجود يعني لا جوابي إلي لا أريد أن أدخل بالتفاصيل لكن أقول لك أحيانا الحياة تفرض عليك أمور أنه أنت لا تخطط لها بس تبلندا بالأكس هذه الصعوبة أنت لا تخطط لها و أنت مراسم لها أو لا تريدها تصير ولكن تفرض عليك الحياة نقره أو لا نقره لا لا يحتاج لا يحتاج نقره أبد لا 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 شباب لدينا وقت لكمل فاصل نذهب إلى فاصل بعد الفاصل سنرى صور حلوة بس أتمنى اليوم أن كل شيء ما أخذ ريلاكس حتى الكابتل لأنه عنده ريلاكس أنا أمشي ترتاح لا لا أنا ريلاكس أنا لا أستطيع أن أكون عصبا أمام المشاهدين كيف ذنبهم لا لهم ذنب إلا الفريق يخسار الفريق لا يؤدي يلا المرة جاء يفوز الفريق لا طبيعي مصحيح؟ و هو كثرة الخسارات و الفريق ترتيبة مصحيح خلق تبلك سؤال قبل أن نذهب للفاصل على طريق هذا الموضوع نعم السؤال لا أعرف بعد نقرأ أم لا؟ نحتاج إلى لا أطلاقا لا ننهض بالرياضة العراقية لا لا أطلاقا لا ما تقبل؟ لا ما ممكن لا لا يعني ما نحتاج نحن عندنا ناس و عندنا كفاءات و عندنا أشياء جيدة ما نحتاج هذا الإسلوب يعني قصدي الرياضة لا تحتاجه هذا بوليسي؟ لا يعني اسلوب بوليسي؟ لا هو مو بوليسي أستاذ حيدر هو الرجل مو رياضي كان هو مو رياضي وبعد ذلك ندخل الرياضة لغرض الانتشار أو غيرها يعني الإعلام أو غيرها بس نحن ما نحتاج الآن إلى عدى ثاني في غيرها ما تصل إلى هذه الدرجة بعدين هذا ماضي رجل مات و توفى و صحيح يعني نتكلم به حقيقة تمام أنا بس سألتك كمسلمين يعني أنا بس سألتك مجرد سؤال يعني حتى هذا الموضوع خنروح إلى فاصل بعد الفاصل حنشوف صور حلوة و نكمل حلقتنا مع الكابتن شرار حيا أهلا بكم في هذه الحلقة من علاقة صعيف ضيفي الكابتن شرار حيدر يخطئون باسمك كابتن؟ يعني أحياناً يصيحون شرار بلندن شنو كان يقولون؟ أبرزهم لا يعني الأستاذ ناجح مود و أحياناً يقولون لي حيدر أنا برحة مرة أكتب حيدر حيدر شرار هي رحمة الأثنين يعني أحياناً يقولون لي حيدر حلوة طبيعية تمام خلينا نروح نشوف صور خليك في مكانك رح نشوف صور مرتضى يارت خليني أشوف الصور حتى نأخذ حقها للصور هذا منتخب كأس العالم 86 تمام وهذا؟ وهذا المنتخب الحديث معنا الحال نعم هنا لابسين أزرق لا يوجد مشكلة يحملون العلم العراقي هنا لابسين أبيض يحملون العلم العراقي هذا من المنطلق أنا شفت الصورة كإعلامي مقدم برامج لكن إذا سألتك على المهنية و المهارة و الأداء أنت كمخضران كأستاذ ككابتر هؤلاء اسمهم مطرّز بتاريخ أحرف من ذهب هؤلاء المرة الوحيدة التي تأهل العراق إلى كأس العالم كان لهم الفضل حقيقة و من أفضل اللاعبين الذي يجوي بتاريخ الكرة العراقية كفريق كجيل ممتاز كيف يحدث هذا المنتخب مثل هذا المنتخب؟ كيف يحدث؟ يحدث بالتخطيط السليم و يحدث بالتنشئة الكروية الجيدة لللاعبين الأشبال والناشئين و الكل تنهض و يحدث بخطط متوسطة أو طويلة الأمد السياسة أثرت عليهم؟ طبعاً و بالاستقرار السياسي الاقتصادي الأمني هذه كلها عوامل بالدعم الحكومي بالثقافة المجتمعية بثقافة اللاعب بثقافة الأندية بالنزاهة لأن النزاهة أيضاً هي النزاهة ليست فقط مال سار حيدر النزاهة اليوم يجوني عشر لاعبين خمسة بيهم أبهاتهم مسؤولين و أعدهم أموال و خمسة فقرة يعني الاختيار يجب أن يكون على الموهبة و الكفاءة و ليس على التأثير أرى فيديو و أنت تقول لي هذا الكلام صح أو خطأ؟ يا الله مرتضى نرى الفيديو هذا الفيديو الأول أحد المشجعات في أحد المباريات العراق لا تقول يعني يرادلهم مدربين شاطرين يرادلهم و فلوس ططوهم و يرادلهم رواتب يرادلهم كذا أستاذ حيدر يعني كلام عام من مشجع ممكن عاطفي و يحب المنتخب و متأثر بالنتائج السلبية و لكن اليوم اللاعب العراقي المحلي أو اللاعب المنتخب المحترف هو يأخذ أضعاف أضعاف ما كنا نأخذها و نحن اللاعبين نحن كنا نأخذ مخصصات شهرية بس أنتو كانت سارة كنفاريها في وقتها لا أحد يملكها من يقول هذا يعني أنا في لقاء مع الكبير و القدير المرحوم رياض أحمد راضي عفوا نعم سيد أحمد راضي التقيتها قال لي إيه نحن كنا نركب سيارات نركبها بس إبا رئيس الجمهورية نحن كلاعبين محترفين يعني في وقتها سارة المرسيدس التي لم نركبها التي تكون في سنتها لكن أحمد راضي يعني يختلف عن الآخرين ليس كل اللاعبين بالعراق أو بالمنتخب هم أحمد راضي أحمد راضي كان النجم الأول في آسيا أحمد راضي كان من أحنا أخذنا بطولة الصداقة والسلام أحمد راضي أخذ هداف أجدت هدية من الحكومة العراقية سوبر تسعين في التسعين نحن أجدنا كل واحد خمسة آلاف دينار خمسة آلاف دينار خمسة آلاف دينار خمسة آلاف دينار وقتها يعني لا تجيب لك ممكن أجيب لك بغازين لا أقل أقل فأنت يعني هيتش فمو كل اللاعبين هم أحمد راضي وهذا التاريخ يعني الرجل الرجل كان متميز يعني متميز في شهرته متميز في مستوى فأنت ما تقيس ما عندك خلافويا؟ لا ما عندنا خلافات نحن في الرياضة أصبح خلافات وجهات نظر بس بالنتيجة نحن زملاء وأصدقاء وأخوة تمام على أن طبيعيات الممكن المشجئ أو الإنسان البعيد عن الوساط يفهمها فقط اختلاف وجهات النظر أن هذه خلافات وعداوة وهذه المصحية دعنا نغادر الفيديو تشوف الصورة هذه الصورة الكابتن أحمد الله يحب أفتح لي هذه الصورة لو تسمح لا ألقى بلها أي تمام حلوة الصورة أي شبهة أعرفتهم؟ سؤالي على هذه الصورة نعم اليوم نحن مقبلين على تشكيل حكومة نعم خاليها أمام حضرتك نعم أنت اللجنة وأنت أيضا من ضمنهم يعني هم مرشح وهم بيدك القرار توقع نعم من يكون وزير للشباب والرياضة في المرحلة القادمة؟ بالنسبة لي لا أقدر أقيم نفسي لا أتركها تقدر؟ قادر تصير وزير؟ بسهولة عموما قادر تصير وزير تحكم وزارة الشباب ورياضة وتنهض بواقع الرياضة العراقية؟ طبعا بخطة عمل واقعية وبسيطة ومضمونة النجاة نعم أفضل من الحالية؟ طبعا بس إذا تسألني إليا سنطلعني خارج قاوس تمام أنا خارج قاوس لأن لا أحد يقيم نفسي الناس يتقيم الأستاذ عبد الحسين عبطان كان وزير غياضة الشباب ناجح جدا أو إنسان عند صفة العمل الميداني أو إنسان صادق وبسيط جدا الأغلبية العظمة في الوسط الرياضة يحترموا و يحبوا أنا واحد منهم والرجال السغائب تمام يعني اليوم السيد عبطان نعم هو أفضل وزير للشباب والرياضة من 2003 لحد هذا اليوم؟ لا أعتبر أنا أعتبر أنه نعم أستاذ عبد الحسين عبطان نعم كان مؤثر جدا لماذا دع سيطة في وقتها؟ لأن مؤثر و أدى صفة العمل الميداني و عمل في فترة كانت الموازنة مع وزارة الشباب والرياضة كانت ضعيفة جدا تعبانا و كان البلد في تقشف و رغم هذا كمل ما بدأ الأستاذ جاسي محمد جعفر في المنشآت الرياضية أنجز حتى نذكر التاريخ جدا لأن كل المشاريع كانت بدأت بدايتها و بداية إنشاءها في زمن جاسي محمد جعفر لأنه صار وزير لدورتين متتالية لكن أستاذ عبد الحسين عبطان نعم نعم و أيضا ركض معنا في ملف رفع الحضر و كان مؤثر مع العلم أنه ليس رياضي بس هو إداري الوزارة يحتاج لها إداري نعم و يحتاج لها إنسان يتمتع بمواصفات الرياضي يعني من البساطة المصداقية الرياضي نعم المحترف يقدر يقود وزارة شباب و رياضة على أن يكون إداري محترف و على أن يتمتع بصفات القيادة لأن أنت قائد لوزارة ولو أن الكوادر الوسطية هي اللي تقود المؤسسات الدولة و هي الوزارات يعني المدراء العامين أو الوكلاء أو رؤساء هاي بس تبقى السفينة في ربانها في قائدها فمو فقط ما يكفي أن أنت تكون رياضي مشهور ما يكفي لازم تكون إداري جيد و لازم تكون قائد جيد شو نتوجه رسالة اليوم للمعالي الوزير أقول معالي الوزير أو الكابتن؟ أدنان درجال أنت هذا عندما تقول أي ما هو حاليا؟ أنا كلمة كابتن لا أقول معالي الوزير لأنه وزير وزير تتواصلون؟ حاليا لا ما عجب؟ مقطوع التواصل لأنه صار معالي لا أتوجد العلاقة أول ما بارك لاني لا 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 لم ألتقيتم بالوزارة؟ لا بوزارة الشباب لم ألتقيتم ما قعدت على جلسة غدا صلفته ويقول لك شرار شفت أنا اليوم وزير وانتهنيتني وانت باركتلي وهذه التفاصيل لا لا ما قعدنا الرجل بس ساعة الرجل دعاني أكثر من مرة وساعة بس أنا ما صارت فرصة وبعدين أكو اختلاف بيناتنا بوجهات النظر حول كون وزير صار رئيس التحات وهاي خطأ فادح يعني ودا نصف عثمنا الآن وآني كانت نظرتي فد عشر خطوات للأمام وقلت لهم غلط ليس صحيح وأول مرة بتاريخ الرياضة العراقية حدث انتكاسة وصارت لا صارت مثل السنين أو تأسيس لبناء غلط لأنه ستما تقدر أي وزير راح يجي يريد يأخذ اتحاد أي اتحاد يريد يأخذ لجنور المبيع بعد ما يقول له لا يقول لك لأن أنتو ابن الرياضة واللاعب المنتخب وهاي سواها فعلينا لأنها كانت محرمات دعوا الشحة اليوم إلى منصب وزير حضرتك ودزوا عليك الحكومة العراقية نعم وخلوك وزير نعم بأول خطوة راح تقوم بيها أول قرار تسوي استقالة من نادي كرح حتى تتفرر لله لازم ما يصير مو صحيحة هناك بعض السياسيين متنصبين هو وزير نعم وهو ناطق رسمي نعم وهو رئيس لجنة في فلان مكان هذا خطأ يصير في شعوب لا لا هو التخصص بالعمل فتقوه ولكن كونك وزير ورئيس وزراء أو مجلس الوزراء كلفك برئاسة لجنة هذا جزء من عمل هذا مجلس وزراء فطبيعية ذني طبيعيات تقدر تكون هنا بالإدارة طبيعيات ذني أو أنت وزير ورئيس وزراء أو مجلس وزراء كلفك بوزارة أخرى مؤقتة أو وكالة لحين تسمية وزير مسألة طبيعية والصير وصائرة بس كونك أنت في جهة تنفيذية تتقاطع مع القرار ذاك أو كونك أنت وزير تصير رئيس الاتحاد وترشح على البرلمان قوة ليس صحيح هذا ليس صحيح هذا ما يعني وجهي الكلمة لي السيدة هو هذا ما يعني أنه هذا خلافة أو عداوة بالعكس أنا أشوف صديقك من صدقك صح وجهي الكلمة لي السيدة شراحة يعني لازم قال العصبية لا لا أطلاقا أنا مو عصبي في كل الأوقات حقيقة لا أطلاقا ولكن لازم أتقبل التغيرات اللي حصلت بالمجتمع معنا وبالفرد العراقي يعني ما أبقى أنه أتوقع أنه الأخلاق القسم ما يصير الكل من المجتمع العراقي هي نفس أخلاق العراقي في زمن السبعينات لأنه هناك ظروف صعبة تغيرت فلازم لازم أقتنع أنه لا أتعامل بهذه الطيبة أو لازم يعني حتى ما أصدر أجيلي كلمة للكابتن عد من درجة أنا أتمنى كان ما أجمع بين الاتحاد والوزارة لأن هي هايا وأنا نصحت ما سمعت براحتة كلمة للسيد عبطان كل التوفيق والنجاح لأستاذ عبدالحسين عبطان شكرا للأسماء الثلاثة سنرى فيديو خارج عن دعني أسأل السؤال نعم ممنوع من دخول وزارة التربية من هو ممنوع؟ حضرتك؟ لا أطلاقا أنا موظفي وزارة التربية ما قم أنع عليك؟ لا أطلاقا علاقتي ممتازة أصلا تمويلكم من وزارة التربية؟ نعم نحن مؤسسة نحن نادي الكار القسم مرتبط بمكتب وزير التربية و علاقتي ممتازة جدا بكوادر الوزارة كلهم وبالوزارة اعتراب بوزير التربية الحالي؟ نعم والقبلة؟ بالوكلاء القبلة كان يعني معبين دماغه فيه كلام مو صحيح فمن التقينا و عرف الحقيقة رادي يساعدنا شنو كلام المعبي؟ لا أعرف الله من دافع طائفي أو دافع؟ يعني أكو به لدي سؤال واحد نعم أنت تعتبر نفسك تعتبر نفسك اليوم أي أريد أكثر حق تعتبر نفسك نعم نعم ما يقولون هذه؟ والله شلون أقولها؟ قولها بالطريقة التي تمعتم بها لماذا يسألك مقدمين البرامج دائما يذهبون على جانبك السياسي أنت معارض سياسي أنت فلان سياسي و أنت لا تقبل الجاو لا لا أنت سجين سياسي بلعاك إحسان ما أقبل أجاوب هذا الموضوع شقد دوروا على شرار حيدر ما لقوا هذا الموضوع أثاروا شخصين و هدفهم كان التسقيط و أعرفهم أعلامي لا لا واحد ساكن الآن في كردستان و الآخر المدون ألفيس مو أعلامي هدفهم التسقيط و هدفهم هم هو النيل فليش ما أجاوب حتى الجمهور كله يعرف لأن هم مشتكين يعني مشتكين في القضاء فالموضوع في القضاء ما يصيراني أجاوبها بالإعلام إذا أنت معارض للنظام ها هي أسموه يقولون لهم معارض سياسي عفوا ها هي أسموه يقولون لهم لماذا يعبون يعني دماغي الوزير بشيء طائفي و أنت أصلا طالع من 93 يعني هم هم كل شيء يسوا أستاذ حيدر لو أريد أذكرها يعني دائما يعني ما أذكر الجوانب السلبية خلنا أقول لك كل شيء تعرضت تعرضت للتسقي تعرضت للتهديدات كنت من أكثر الرياضيين اللي تعرضوا للتهديدات تعرضت للتشويه تعرضت للتحريض أكو محاولة تخطف بس إنسان نقدني حقيقة هذني كلنا تعرضت للهديدات من عادي خطفك يعني فهذني هاس هاي الماضي يعني ما أحب ولا أشك بس طبيعي يعني حتى أقول لك فشاني شان هواي ناس كل شيء تعرضت يعني بس أنا من نوع الصبور و تحمل فطبيعية فأنت الإنسان اللي ما يقدر يلوحك في كفاءتك أو في عملك أو في تاريخك أو في رياضي أو غيره أو في ثقافتك أو في عائلتك فلازم يدور عليك لأن أنت من تشتغل صح وبنزاهة في مجتمع بنسبة من الفساد الناس المستفادة أدنى فساد بالعراق طبعا الناس المستفادة راح يكونوا لك أعداء التفقد تطبق التعليمات والضوابط لتشغل مصلحة عامة فهم مصالحهم تتضار تصيرون عنه أشكد نسبة الفساد حاليا الفساد السياسي تقصد لا لا هو فساد شوف أكو فساد الفساد مو فقط تقول مال هو مو فقط المال الفساد الفساد بالإدارة الفساد بالكلمة الفساد بالمصدافية أكو فساد بقياضة شأن شأن شرائح المجتمع الأخرى احنا مجتمعنا جزء من المجتمع ليش أقحمه وبعد 2003 أقحمه وقياضة بالسياسة وصاعوا كلهم يدخلون السياسيين يعني أو البعض منهم لا لا مو أنا قلت لك هم موصوشهم خلنا أقول لك يعني الله شاهد هسا وين ما نروح يم السياسيين هم محبين للوسط الرياضي ويريدون يساعدوك زين ها هي كلمة حق لازم أقولها بحقهم زين تمام ولكن صوت الرياضيين الدمج واني فهمتك أن هم يلجئون للأحزاب فأنت من يروحون مثل أنا أكثر من مكان أو زملائي رياضيين كاتبين عليهم تقارير في أحزاب أحزاب وجهات سياسية من رياضي دمج؟ عدها 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 أجنح أسكرية فأنت تضطر تفطر تروح حتى توضح وجهة نظرك هذا المكتوب ليس صحيح ورب العالمين أتدري أكثر كوادرهم هم هم رياضيين فيشرحون فأنت مو أنت الرياضي الدمج الذي لا يوجد فرصة كفوق ونزيه يلتجئ الذني حتى يحصل فرصة فأنت تفطر تروح تقولهم الأسماء الدمج؟ نعم رياضي الدمج لا من يقولون لي من الجاي كاتب التقرير لهم من المشتكي طبعا يعني هوا يسمعي تذكرهم أم لا؟ لا طبعا أنا لا أرى فسار حيث ليس من طبعي ولا أخلاقي ولا آني إعلام يا رجل ولا خريج إعلام أن أستخدم الإعلام في تسقيط الآخرين أو التشهير بالآخرين مهما كانوا الآخرين سيئين لأن ليس هذه الرسالة الإعلامية الصحة لتوجهها للمشاهد سوف نرى سوف نخرج من إطار الكل سوف نذهب في فيديو ركز عليه نعم شفت الفيديو؟ نعم ما تريد أسئلك على الفيديو؟ و ما يحتاج؟ على الوالدين هو على الوالدين هذا مشروعك هذا مشروع تطمح أن يكون عندك دار لرعاية المسنين ولرعاية العجزة والأيتام لماذا هذا المشروع بعيد عن الرياضة؟ لماذا اختارت هذا؟ أنا أرى شفت الدموع بعينك يتكفى اليتيم إلى قصر الجنة نحن كمسلمين الرفق في كبار السن والعجزة أيضا هذا واجب علينا كنا النواحي التطوعية التي تقدمها للمجتمع هذا أيضا واجب وهذه الثقافة نحن شفتها بالخارج يعني يبطيني نوع من السعادة و يبطيني نوع من يعني أنا حسا شقيقي أدي أخوي دكتور دكتورايا أمو الصيني لازم أروح يريد أن يتمنى أطفال أثنين وأنا حاولت أتمنى ها حالو تتمنى أطفال لماذا؟ عندك القدرة والقابلية حاليا تتمنى أطفال لماذا؟ أسألتك السؤال بالظروف لا 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 علاقة بها لا 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 علاقة أ Big brother لا 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 علاقة يريد أن يتمّى لأن يتمّى أيتام و هذه من أحسن ناس إذا صلى لدينا أيها نفس في المجتمع لا نعم أكو جائف ناس بالمناسبة هناك عوائل تتبنى و تربي أيتامه و تتعرف المشاهير في دول عالم كلها لازم هذه جزءهم من الثمن الذي يرجعون للمجتمع الذي يحتضنهم و سواهم مشاهير مثل أنجلي نجوليا و بيون سيليا نعم أكثرهم يعني كنا سوايا ما تتكلم بس هي ما تبني أطفال مثل في أفريقيا أو تسوي أبار للمياه في الدول الفقيرة و نحن سوينا مثل أخويا سوا بير في أحد الدول الفقيرة ثواب على روح والدي الله يرحمه الله يرحمه فالنواحي الإنسانية أنا أحب أقدمها حقيقة كابتن وجودك خطر بالرياضة العراقية على بعض الأشخاص إذا رشحت إلى منصر طبعا لين يعني إذا هم يشتغلون غلط إذا رح يتذور يخافون من وجودك لا أعرف أن يخافون ولكن يعملون مستحيل حتى لا أصيره و لا أصيره فتحب المحاكم طلاقا يقولون أنه يتقدم دعاوة أو ترفع دعاوة على إعلاميين أكوه شيء؟ ماكوه؟ هذا السؤال طبعا من إعلاميين لا أينها؟ خلي ذكروا لي وحده هم هم نفسهم وقفوا قدامي بالمحكمة هم نفسهم السئلة و أين؟ عندي سؤال ما أقدر أسئلة على الهواء معرفة تقدر تقرأ أنت مقرب من؟ أطلاقا عني جندي قبل 93 أطلاق أبدا سؤال ضحك عني جندي تقول السؤال؟ لا هذا العائلة نهائيا لم أشاهد ولا واحد بهم ولا أشوفهم فقط أسألة أسألة لا لا لم أشوف المشاهد ليس كل شيء يفتهم ليس كل شيء يفسر صح فهذا ستصبح مثل الوصمة ولكن بالعكس يعني العائلة بالذات نهائيا لم أشاهدهم بحياتي لم أشاهدهم عدل الإبن الذي تدري هو هذا من خلال العمل و لم تتخصص و لهذا كان خلال اليوم علاقاتك بالعوائل الحاكمة بعد 2003 هل تتبادل زيارات مع مسؤولين ببيوتهم و منازلهم؟ لا لديه صداقة مع مسؤولين التقيت برئيس وزراء العراق؟ نعم سيد مصطفى الكاظرم التقيت بالذي قبله؟ نعم السيد عادل عبد المهدي التقيت بقبله؟ نعم التقيت بالدولة الرئيس الوزراء الكاظرمي باعتبار نحن كنا سوى في لندن و مرة واحدة من صار رئيس الوزراء لحد الآن مرة واحدة شفتها جيد هل تتواصلوا مع تليفون؟ لا طبعا لا لا بس هو من استقبني الرجل قال لهم شرار صديقي و أخويا و نحن في لندن و فعلا قلت لأني محاجي لأنه ليس أمور منح شيئا الرجل رئيس الوزراء ما تجي تدقل للناس هذا فلهذا أنا لا ساعت ولا شيء فقط مرة واحدة و قبل انتخابات هذه كرة القدم هاي للتاريخ دكتور عادل عبد المهدي جدا أحترم و أحبه بس منه اللي أحبه و صديقي و جدا أحبه دكتور باسل عبد المهدي اللي هو شقيقه و هذا بالرياضة هذا واحد من رموز الرياضة تمام خليني قبل ما الوقت صار يداركنا أدي صورة واحدة و عندي سؤال واحد و ستجاوبني مثل ما تحب و تريد الصورة للكابتن أحمد راضي تحدثنا عن الكابتن قلت رامز قلت كذا قلت كل التفاصيل السؤال هو على هذه الصورة نعم توفي أو قتل نعم توفي لا ما تقدر تتهم الناس أو أطباء أنتو كأصدقاء لا يعني ناس مهنتهم إنسانية الطب مهنة إنسانية ما تيجي تتهم الناس قتل أنا ده أسألك مجرد السؤال لأنصار بالشارع لا ما لي نحن أنت سمعت بالشارع لا أكو ناس يقولون حتى أي شخصية عامة يتوفى راح يقول لك هيجو هيجو الرجل تمرض والرجل كانوا معتنين بي على قدراتنا الطبية نحن هاجمنا النظام الصحي الطبي في وقتها صح؟ صح لأنصار تقصير بس هذا ما يعني أنه هو الرجل قتل و أنا الوحيد اللي زرت في غرفته و دخلت له للغرفة شنو قال لك؟ من كان بي كورونا أو كانت مفاجئة بالنسبة إلي أن كانت رعب الكورونا يعني تدري هو في سابق فمن دخلت له قال لي يعني الرجل قال لي جابك شرار شنو هاي؟ قلت له ما لديك تحس أنه أنت وحدك صح عائلتك خارجي ليش أخرو الطائرة عليه؟ لا إحنا قوة حصنا الطائرة هاي واحد و كان أستاذ مؤيد اللامي إلى دور كبير جدا للتاريخ صح و أخذ الموافقات ولكن إحنا الموافقات الأردن شنون يسمحون بطائرة بها مريض كورونا أنه يدخل أجواها فالموافقات كانت صعبة و أخذت وقت الموافقات يعني وفاة عادية وفاة كورونا توثوا و ترك أثر كبير يعني تفضل سألتك السؤال سألت حضرتك قلت لك من يحكم العراق من 2003؟ حسنا أعجبتني بكلمتين أو ثلاثة ماذا كتبت؟ مصالح شخصية مصالح شخصية ماذا تنزل هذه المصالح الشخصية؟ يعني من تنتهي المحاصصة من يتم الاختيار على أساس الكفاءة و النزاهة و الاختصاص من تنتهي المصالح الضيقة المناطقية أو الحزبية أو الطائفية أو غيرها حتى الخطاب يعني يجب أن يقولوا السياسيين و القياداتين عكس على شرائح المجتمع كيف تنظر لواقع الرياضة العراقية؟ بالتحديد منتخب العراق بإجاز يعني الآن وضعه صعب و شبه نهيار القرار الأخير جاء متأخر جدا هي تسمية الكادر المحلي متأخر جدا لازم كنا نتوحد في سبيل المنتخب الوطني بهاي اللعبتين لازم كنا نمد إيدنا لبعضنا لازم اللاعبين يصير مصالح ببيناتهم وبين الإعلام لازم الإتحاد أيضا يمد إيده للآخرين لكل شراح المجتمع لازم الإعلام الرياضي يتكاتف لازم التواصل الاجتماعي شوي يقلون عن اللاعبين لأنه مهما تكتب وتنتقد اللاعب يقرأ وتواصل و يضعف من أداءه و تخليه يشكب ثقة بنفسه صح بعدين هذا الخطاب اللي تفرق بين اللاعبين المنتخب الوطني الواحد اللي هم المغتربين المحليين ماكو هو جنسية عراقية هو رجل عراقي سوى عايش بالسويدة و عايش في إنجلترا و عايش في المحمودية و عايش في مدينة الصدر هو عراقي راح يمثل فالخطاب يجب أن يكون هذا منتخب العراق نحن لم نجنسين دول العراق أريد إجابة سريعة من عندك بالثمانينات كان نفس العراق بالثمانينات 16 مليون اليوم نحن ضعف هذا ضعف نسمة العراق ضعف هذا الرقم لماذا سابقا وصلت كأس العالم لماذا حاليا وين المواهب مواهب ماكو قلت عدد الموجودين قلوا نحن في ازدياد لازم ساعدنا مواهب كثيرة لازم عندنا لعيبة كثيرة العراق ولود بالمواهب وين هم؟ موجودين ليش ماكو بالمنتخب لي يخسر دائما لا موجودين المنتخب مو يخسر دائما يخسر بس هاي ما العلاقة انه ماكو مواهب هاي يخسر بالمنتخب يعني الإدارة كل واحد يجعون عن طريق الواسطات في مجتمع بنسبة من الفساد كل شي يصير بس احنا بالإعلام مقدم برنامج ما يجع عن طريق الفساد لأن مقدم البرنامج من يبقى قدام الشاشة لازم عنده واحنا هم يعني المفروض بالرياضة لأن هذا على التماس مباشر مع الجماهير وهذا ما بيها و أداء نحن نقول الملعب هي ساحة محكمة يبين المتهم من البريء بس أكو بيهم مثل يفضلون بالفئات العمرية يعني صير هذا اللاعب بقيه ولو بس بقيه يتمرن يابا ما بقيه يتمرن لأن زياده رح يأخذ مكان ممكن إنسان يتيم أو طفل يتيم بس موهوب ما يعني فتشوف الضغط من هذه الناحية كابتن اكتب لي كيف رأيت الحلقة بصراحة عجبتك أم لا يعني سيئة و ضائسة جيدة مثل ما تحب جيدة جدا و ممتعة حبيتها أي ممتعة وقع لي اسم حضرتك خليكم يسجل الضيوف اسمك شرف إلا هاني الشرف شكرا جزيلا و أتمنى أن نكون متواصلين متواصلين لقاء بعد انتضاعك ستة شهر و المعالف أنا كلش سعيد جدا شكرا لحضورك رغو أن حضرتك من شغل يومي صعب شوية و قلت لي لو مو منطق موعد شكرا جزيلا شكرا جزيلا و بارك الله بكم كل التوفيق و الاستمرار و النجاح شكرا اثنان في أوطاننا يرتعدان خوفا من يقضة النائم اللص و الحاكم ألتقيكم شكرا جزيلا تقطعكم كيف رغب شكرا جزيلا تصبر خوفا؟ لحضورك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا